في انتهى ومعنا حاجات كتيرة جدا بس لأسف في وقت فقرتنا انتهى وعايزين النصيحة الأسبوعية زي كل يوم طيب نارده عنقول الحاجات هي بس معظم السيدات أو البنات بتشتكي من حدوث مشاكل أو شحوب في البشرة أثناء العمل نظام غزاي أو الرجيم أنا بس عايزة أوضح حاجة أن الوجه الوجه ما فيش حاجة اسمها رهي عمل رجيم وقوله الدكتور مش عايزة وش يخس ما ينفعش للوجه ده 15% من الوزن يعني وانا وزن 100 كيلو وشي ده 15 كيلو فيه دهون تحت البشرة جميلة لازم تخس مع رجيم زي أي عضو من أضاء الجسم ولكن مش لازم يحصل شحوب أو اسمرار أو هالات سودة أو جفاف في البشرة ده المفروض ما يحصلش أثناء عملية انقاس الوزن وده باللي احنا هنقوله دلوقتي ياريت يطلعونا على الشاشة هنشوفه على الشاشة الحابب يكتب معانا أو يصور النصائح اللي يحفظ على البشرة رقم واحد شرب كمية كافية من الماء يجب شرب كمية كافية ما فيش حاجة اسم ماء إيه أنا بشرب مياه غزية أو بشربش ماء أو أنا والماء سائل اللي يعوده شيء فيش حاجة اسم أنا بشرب شاي بدل الماء أو بشرب قهوة أو كافية بدل الماء الماء أكليست على الأقل كل شخص فينا بيحتاج تلتر مية في اليوم ده أقل أقل نسبة ممكن نشرب ثاني حاجة احنا بنتكلم فيها الحاجات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ألف على رأسهم عصير الجذر عصير الجذر ده من الحاجات الجميلة جدا 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 طيب يا دكتور إحنا ممكن نأكل جذر بدل لما نشربه عصير الفايدة منه أو الروب بتاعه هيبقى أقل بكتير لو أنا أكلت لأن الجذر أليفه كتير أوكي كده وبعدين بيسبب الإمساك فلو أكلنا بكمية عالية أثناء الرجيم بيساعد على حدوث إمساك ودي حاجة مش محببة لما لو شربت عصير بيعديني أن أنا ما يحصل ليش نسبة إمساك حاجة تانية من ضمن برضو حاجات الجذر بس نحن مش كابلنا حاجات اللي هي الخضروات الملونة زي الفلفل الألوان والبروكلي والحاجات دي بتحتوي على نسبة عالية من فيتامين ألف برضو معلقة عصر أبيض الوراكات الخضرة اللي هي زي الشبت والكرافس والبقدونس بتحتوي على فيتامين ألف وهي والحاجات دي جميلة جدا أثناء الرجيم وهيش ممنوعة في طبق الصلط حاجة تانية زي معلقة العسل معلقة العسل الأبيض هيش ممنوعة مع الضايت أوي أنا شخصيا دي ما درستي أنا شخصيا في الشهر لأن هي نسبة السكر اللي موجودة فيها يعني معلقة العسل بتعادل من ناحية السعورية معلقة سكر عادية من بتوع البيت ولكن السكر اللي موجود في العسل نسبة الفركتوس فيه هي اللي أعلى ودي ما بتحتاجش أنسولين عشان يتحرق فبالتالي ما بتؤثرش قوي في الوزن نهما بترفعش نسبة الأسولين ولكن العسل من ناحية تانية بيحتوي على كل الفيتامينات والعناصر والمعادن للجسم بيحتاج آخر حاجة نحن ننتظم على الحاجات دي وبالتالي هيحصل عدم جفاف للبشرة والنوم يا دكتور في النوم المفروض في الفترة من 12 مساء ل 6 صباحا كل شخص فينا ينام على الأقل 4 ساعات متصلين عشان تنظيم نسبة الكوليسترول وعشان تحسين نسبة الهلية بيسموها الأيدة أثناء فترة النوم لازم أن ننام بشكل منتظم في فترة بالليل من 12 إلى 6 صباحا على الأقل 4 ساعات متصلين عشان كده الأشخاص اللي هما ما بيناموش في فترات منتظم أو بينامووا الصبح وبيصحوا بالليل دايما بتحسين عندهم هلال سورة تحت عينيهم وإجهات في بشرتهم دي نصائح بتهات الأسبوع دكتور دي هتحافظ لنا على بشرتنا حتى لو بنيعمل رجيم حتى لو بنيعمل رجيم هي أساسا أنا عامل دي عشان الأشخاص اللي بيحسوا بإجهات في بشرتهم أثناء عمل الدايت لأن الإجهات في البشرة بيخلي السيدات خاصة أو حتى الرجال هما بيعملوا دايما الناس بتستغرب من شكلهم بعد ما بيعملوا دايت وبيخسوا شوي فبالتالي أنت لما بتحسي الوجه رمز الحيوية والصحة لو وش حضرتك شكله كويس وحضرتك ما عندكيش هالات سودة وما فيش جفاف في البشرة ما فيش اسمرار أو اسفرار في الوجه أنت كده من العلامات الصحية بالنسبة لك فالنصائح دي دكتور اللي بيتابعوا الرجيم أو ما بيتابعوش أو بيتابعوش بس يعني إحنا مركزين شوية مع الرجيم دكتور رحبا بشكر حضرتك أنه استفدنا من نصيحة